موسيقى مساء نور والبركة النشرة الإخبارية من تلفزيون سما إليكم أبرز عنوينها وما تأخرنا يعني ما أقلت معنا شيء خمس دقات بدء التسوية في بدينة التل ومحيطها واستمرارها في دير الزور والرقا وحلب موسيقى في عملية نوعية مقتل أربعة مستوطنين في عمليتي دهس وطعن في بئر السبع بالقدس المحتلة موسيقى موسيقى و37 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد موسيقى موسيقى أفاد مراسل سما بأن حاجزا للجيش العربي السوري اضطرد أربعة مدرعات عسكرية للاحتلال الأمريكية حاولت الدخول إلى قرية قبر صغير بريف الحسكة وردها على أعقابها موسيقى 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 رد الجيش العربي السوري من جديد على خروقات إرهابي نظام أردوغان لوقف إطلاق النار واستهدف نقاط تمركز وحداته في ريف إدلب الجنوبية وحسب مصدر ميداني غير رسمي أطلق الجيش وابلا من القذائف والصواريخ على مصادر النيران في محيط بلدات فليفل واسفوهن والافطيرة وبنين والبارة في جبل الزاوية وحقق إصابة مباشرة في صفوف الإرهابيين أدت إلى مقتل وجرح عدد منهم وسط استمرار الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو الروسي برصد المنطقة على الدوام كعادتها خلال الأيام الماضية وفي البادية الشرقية تابعت الوحدة المشتركة من الجيش والقوات الرديفة تمشيط قطاعاتها وبيّن المصدر أن العمليات البرية تسير كالمعتاد لتمشيط البادية من خلايا تنظيم داعش الإرهابية الذي كبده الجيش خسائر فادحة مؤخرا في بادية حمصة الشرقية انطلقت عمليات التسوية في مدينة التل وما حولها بريف دمشق في إطار اتفاق التسويات الذي طرحته الدولة وكانت شهدت مراكز التسوية في مدينة ديريسور وريفين رقة وحلب إقبالا متواصلا من قبل الراغبين بالانضمام إليها والله جيتها الشباب هنا ما قصروا وسوّونا الوراق وديها جوّونا كل شيء بس بل ولا أحلى استقبال ما قصروا الشباب إجراءات أسهل منها ما بيه سهل حس صح الناس اللي ما سوى تجي تسوي تسوي ما يقصرون الشباب مع أحده ولا يعني الحمد لله لبيوتنا والحكم الوطني والله يعني التسوية خطوة كويسة يعني وشان ترجع العالم على بلده يعني كل واحد يرجع له بيته وعلى مكانه إجراءات بسيطة وسهلة الحمد لله أمور كويسة ما في أسهل من هيك يعني الحمد لله الحمد لله والله كل شيء سهل وما تأخرنا يعني ما أكلت معنا الشيء خمس دقات عادي يرجع على بلده يستقر أمان يرجع ما يلقى حسن بلده الشباب تجي تسوي تسوية وترجع على بلدها تستقر أفراغ من الجيش وجيت تسوي تسوية للمكروم السيد الرئيس بشار حافظة الأسد وأنا فارغ من 2019 وجيت إلى حضن الوطن هذه إجراءات بسيطة والتسوية كلها خمس دقات يعني والشباب ما قصر يطيم العاف أنا متخلف عن الخدمة وجيت تسوي تسوية مكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد إنه مشان نحمي بلدنا وننصح الشباب المتخلفة عن الجيش أول عليها أي شيء سبق التسوية تمسح كل شيء نحن موجودين هنا بالتسوية المصالحة مكرمة من السيد الرئيس وموجودين هنا والشباب يستقبلون استقبال محترم والحمد لله رب العالمين أنصح الشباب كله أعطهم بالتسوية لأنه تمسح كل شيء أنا جيت أسوية تسوية وشفت المعامل حيل طيبة كويسة هنا لا أحد أحد معنا ولا أحد شاكلنا وأنصح كل واحد يبرق بالمناطق الغير مكاني يجيسوا تسوية انطلقت في جينيف أعمال الجولة السابعة لاجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة وشهدت نقاشات ومداخلات اليوم الأول تفنيت كثير من الأعضاء لما تضمنه مبدأ أساسيات الحكم الذي طرحه ما سمي وفد المعارضة بسبب ما تضمنه من خلط كبير للمفاهيم مطالبين بتوضيحها وحسب صحيفة الوطن المحلية من المرتقب أن يطرح الوفد الوطني مبدأ رموز الدولة السورية في حين سيطرح الوفد الآخر خلال الجولة مبدأ آخر تحت مسمى تنظيم عمل السلطات اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية وذكرت وكالة وفاة أن قوات الاحتلال اقتحمت الخليل وقريتي أتوانا والجوايا بمسافرية جنوب المدينة وشارع تونس في نابلس وبلدة عورتا جنوبا ومخيم الجلزون شمال رامالله وقرية أبو شخيدم شمال غرب المدينة وبلدة تقوع شرق بيت الأحم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها أفادت وسائل علامة فلسطينية بمقتل أربعة مستوطنين إسرائيليين في عمليتي دهس وطعن في بئر السبع بالقدس المحتلة وقالت أن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني يشتبه بتنفيذه عملية الطعن في بئر السبع ما أدى إلى استشهاده من ناحيتها قالت وسائل علامة إسرائيلية إن المنفذ هو محمد أبو القعيان وهو مدرس سابق من سكان بلدية حورة مشيرة إلى أن العملية تجرت في مركزا تجاريا في بئر السبع وشرحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم بدأ بعملية دهس ثم ترجل المنفذ من السيارة وبدأ الطعن من ناحيتها نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله نأمل أن لا تكون عملية بئر السبع هي براعم ما نتوقعه في شهر رمضان أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن دخول الأسرى الفلسطينيين بإضراب شامل عن الطعام بكافة السجون والمعتقلات الصهيونية احتجاجا على ظروف اعتقالها من المزرية ورفضا لتقليص مدة استفادتهم من الخروج إلى الساحات ومنع بعضهم من زيارات الأهل الموعد يوم الجمعة المقبل المكان كل زنزانة تضم أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي الهدف تنظيم أكبر احتجاج نفذه معتقلون في فلسطين المحتلة ضد الكيان منذ ما يقارب عشرين عاما المشاورات التي يجريها الأسراف ما بينهم بشأن كيفية الرد على خطوات إدارة السجون الإسرائيلية القمعية والاحتجاج على العقوبات الجديدة التي فرضت عليهم إثر فضيحة سجن جلبوع أثمرت إعلانا عن معركة كبرى يتهيأ لها الأسرى الفلسطينيون لانتزاع حقوقهم معركة الأمعاء الخاوية التي تعد الأكبر منذ العام 2004 بدعم مساندة من محور المقاومة بأكمله أعلن عنها نادي الأسير الفلسطيني المعركة تنطلق بمشاركة 4400 أسير في سجون الاحتلال من أصل 4600 يطالبون بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عملية نفق الحرية سبقها الإعلان عن خوض الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام قبل بدء شهر رمضان مطالبين بالتفاعل معهم في مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام وسم لا يلجأ الأسرى الفلسطينيون عادة إلى مثل هذه الخطوة إلى بعد نفاد كافة الخطوات النضالية الأخرى وعدم الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين سلطات الاحتلال واللجنة النضالية التي تمثل المعتقلين وقد لا يتوقف الأمر عند هذا الحد المتمثل بالإضراب عن الطعام بل يتعد ذلك في حال عدم الاستجابة لمطالب الأسرى كأن يصبح قضية تشغل الرأي العام وتتمثل بالاحتجاجات والمظاهرات المنددة بالممارسات الإسرائيلية فإن لم تتم الاستجابة مجددا فللمقاومة حديث آخر هو حديث النار التي بات الاحتلال يعرفها جيدا منذ عملية سيف القدس بداية الصيف الماضي رغم التحذيرات من خطورة الدعوات العلنية التي أطلقتها لاستقطاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى أراضيها تصر سلطات أوكرانيا على تحركاتها مخاطرة بتحويل البلاد إلى بؤرة يتجمع بها الإرهابيون والقتل من شتى الدول بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا التي غدر منهما العشرات للقتال تحت مضلة ما يسمى الفيلق الدولي وفق ما كشفت وسائل علام غربية أعلنت قوات جمهورية تيلوغانسك الشعبية أنها ستشارك في العمليات العسكرية خارج أقليم دونباس بعد إكمال السيطرة على مناطقها وترد الجيش الأوكراني منها إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية في أوكرانيا تم تدمير 236 مسيرة أوكرانية و185 منظومة دفاع جوي و1547 دبابة وعربة ومدرعة وكان أعلن المتحدث باسم الوزارة حصيلة العمليات العسكرية في أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة تمرت القوات الروسية خلال الساعات الأخيرة 137 منشأة عسكرية أوكرانية بينها ستة مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات ومنشأتين لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة ونظاما صاروخيا مضادا للطائرات وثمانية مستودعات لأسلحة وذخائر الصواريخ والمدفعية إضافة إلى مائة وموقع لتخزين المعدات العسكرية أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 14 طائرة أوكرانية دون طيار في الجو بينها طائرة بيرقدار ودمرت مجموعة مروحيات من طراز ك-52 و-128 كما دمرت 9 دبابات أوكرانية و7 ناقلات مشات وناقلات جند مدرعة خلال الضربات الليلية قواتنا تقدمت 6 كيلومترات وسيطرت على بلدة جديدة فيما تجري الآن معارك مع وحدات من لواء الهجوم الجبلي المنفصل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من جهتها توغلت قوات جمهورية دونيتسك بعمق 4 كيلومترات في دفاعات اللواء 25 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وتقاتل من أجل الاستلاء على عدة بلدة فيما تمكنت قوات لوغانسك من القضاء على 40 عنصرا من الجيش الأوكراني وتدمير 5 مركبات للعدو أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف أن دفعة جديدة من المقاتلين الشيشانيين ستصل قريبا إلى أوكرانيا ونشر قديروف مقطع فيديو عبر قناته على تيليجرام يظهر إرسال مجموعة أخرى من المتطوعين إلى أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المفاوضات مع كييف أبطأوا أقل مغزى مما نود منوها بأن موسكو سلمت كييف مسودة الوثائق في إطار عملية التفاوض وأجابت كييف على بعضها إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية روسي سرغيري بكوف إنه يتعين على واشنطن التوقف عن التصعيد في العلاقات مع موسكو وعن توجيه التهديدات لها وضخ الأسلحة إلى كييف والتأثير عليها لحل الأزمة لافتا إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية على وشك الانهيار وأن أفاق تطورها لاحقا تعتمد على الخط الذي تختاره واشنطن وأضاف أن تصرفات الولايات المتحدة لا تؤثر على عزم موسكو ولن تسنيها عن التحرك نحو تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرينيا أعلن التلفزيون الصيني أنه لم يتم حتى الآن العثور على أي ناجين أو حتى جثث لركاب طائرة الصينية المنكوبة التي تحطمت في جنوب الصين على متنها 132 شخصا وأضاف التلفزيون الرسمي أنه لم يكن هناك مواطنون أجانب على متن طائرة الركاب المنكوبة التابعة لشركة تشاينا أسترين وذكرت الشركة المالكة للطائرة أن سبب تحطم الطائرة لا يزال قيد التحقيق لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى أول كارثة جوية في الصين منذ العام 2010 سقوط طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 وعلى متنها 132 شخصا وسائل إعلام تحدثت عن عدم وجود أجانب على متن الطائرة المنكوبة التابعة لشركة تشاينا أسترين الشركة المالكة أكدت وهي تعز أهل الركاب وأفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم أن سبب تحطم الطائرة لا يزال قيد التحقيق بيانات تتبع رحلة الطائرة التي كانت متجهة من مدينة كونمينينغ إلى كوانشي أظهرت أنها كانت تسير على ارتفاع طبيعي يبلغ حوالي 30 ألف قدم عندما دخلت فجأة في هبوط حاد ثم استقارت الطائرة لفترة وجيزة على ارتفاع ألف قدم قبل أن تنقطع البيانات فجأة بعد حوالي 40 ثانية قالوا لنا أن الطائرة تعرضت لشيء مفاجئ إذ انخفضت مقدمتها وبدأت في السقوط عموديا من السماء دون ظهور أي دخان عليها أو أي آثار حريق لترتطم بالجبل بعنف وتشعل حريقا ثم دخانا كثيفا أكثر من 600 من رجال الأنقاذ والأطفاء هرعوا إلى مكان سقوط الطائرة وبالمث فعلت شركة شاينا إيسترين حيث شكلت 9 فرق منفصلة للعمل في كل شيء بدءا من التخلص من الحطام للتحقيق في الحادث ومساعدة أسر الركاب الصين تتمتع بسجل تحسد عليه في مجال السلامة الجوية في السنوات الأخيرة في بلد تتقاطع فيه المطارات المبنية حديثا وتخدمها شركات طيران جديدة كما يتمتع طراز بوينغ 737-800 بسجل أمان جيد وهو السابق على طراز 737 ماكس الذي تم إيقافه عن الطيران في الصين منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد حادثتين داميتين في عام 2018 في إندونيسيا و2019 في أثيوبيا أملا ومشاهدين فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وخالد حسواني مساء الخير خالد مساء النور يعطيك العافية أهلا بكم مشاهدين إلى أنشى الاقتصاد مجلس والوزراء يؤكد على زيادة الكميات المطروحة من المواد الغذائية في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان وقبل مناقشة أزمة الطاقة في القمة الأوروبية الدول الأوروبية تواصل بحثها عن حلول فعالة للجم أسعار الطاقة أهلا بكم ناقش مجلس الوزراء في جلسة الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع سك تشريعي بمنح تعويض طبيعة عمل للمدرسين في المعاهد التقانية إضافة إلى المكلفين بالعمل الإداري في المعاهد التقانية وكذلك في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها ويستفيد منه نحو أربعين ألف عامل ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك أكد المجلس على زيادة الكميات المطروحة من المواد الغذائية في الأسواق المحلية وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكثيف الجولات الرقابية واستعرض مجلس الوزراء وقع الأضرار الحاصلة في زراعة الخضروات نتيجة الظروف المناخية حيث أشار وزير الزراعة إلى استمرار عمل اللجان المعنية بتقييم الأضرار بهدف التعويض على المتضررين ووافق المجلس على تعديل الخطة الانتاجية للموسب الزراعي لعام 2021 و2022 بهدف تعزيز الإدارة السليمة للغابات وحماية الحراج قال رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي غزوان المصري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام الماضي إلى نحو ثلاثة مليارات درهم ويتوقع المصري أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى الضعف خلال هذا العام وبيّن المصري لصحيفة محلية أن الجانب الإماراتي يبدي اهتماما في مشاريع الطاقة المتجددة والتطوير العمراني وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار لافتا إلى أن 14 إلى 17 بالمئة من الصادرات السورية تذهب إلى الإمارات ومن أهم المواد التي تصدر الحجر البازلتي وزيت الزيتون إضافة إلى مواد النسيج والحمضيات من جهة ثانية نفى مصرف سوريا المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات ويأتي تصريحه بالتزامن مع ارتفاع معدل حوالات سوريين من الخارج مع اقتراب شهر رمضان الكريم وفي تصريح لصحيفة الوطن المحلي أكد نائب عميدي كلية الاقتصاد الدكتور علي كنعان أنه لا بد من تعويم سعر الصرف إلى جانب تعويم الأجور والرواتب والاستثمارات ومنح إجازات الاستيراد مشيرا إلى أن الكثير من خبراء المال والنقد يدعم هذا التوجه لأن مخاطر التعويم لا تختلف عن محاذير تحديد سعر الصرف في سياق منفصل أكد رئيس لجنة المصدرين ومربي الأغنام في اتحاد غرف الزراعة السورية معتز السواح إن موسم الأغنام والماعز من الذكور جيد لهذا العام ونسبة الولادات مرتفعة منوها إلى وجود بعض الصعوبات بتوفير الأعلاف من جهتها الدكتور حسين السليمان مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة بيّن أن آلية تصدير ذكور الأغنام والماعز تتم بناء على دعوة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعقد اجتماع الفنيين من أجل تحديد الأعداد المتاحة للتصدير من ذكور الأغنام من الفائض للإحتياج المحلي مبينا أنه حتى تاريخه لم يتم الدعوة إلى الاجتماع علما بأنه تم السماح للعام 2021 بناء على توصية اللجنة الاقتصادية باستماح بتصدير 200 الفراس أدت موجة السقيعة الشديدة التي ضربت محافظة حمام منذ يومين إلى إتلاف محصول البطاطا بعروته الربيعية في الريف الغربي لا سيما في حقول بلدة خطاب التي تعد واحدة من أهم مناطق إنتاج البطاطا تسبب السقيع في تضرر غالبية الحقول في بلدة خطاب بريف حمال غربي بنسبة عالية تجاوزت 80% خسائر فادحة منيبها الفلاحون في المنطقة جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج الباهظة لا سيما الأسمدة والمحروقات كان الضرر كبير جدا جدا على المحصول وخاصة أن هذا العام الأصناف المزروعة هي من الأصناف البزار المحلي ومعروف أنه غير مقاوم للسقيع وفي حال حدوث السقيع بموجات كبيرة كما حصل يكون من الصعب الترميم حقول البطاطا كانت على قائمة الحقول المتضررة من السقيع وبالتالي خروجها عن الإنتاج وإلحاق خسائر كبيرة بأصحابها الذين كانوا يعولون على هذا الموسم لتعويضهم عن الخسائر التي طالت محصولهم إثر موجة سقيع مماثلة ضربت المنطقة ربيع العام الماضي الأمر الذي ضاعف خسائرهم وفاقم من الأعباء المادية والخسائر عليهم تحولت الأبار كلها تعالى الكهرباء راحت عدنا الكهرباء رجلنا على الديزل والديزل أجدت أسعاره هلأ عالي جدا نحن قدام كارسة اليوم من السقيع يعني لا يمكن أنك توصل لمرحلي أنك الرقم أو الكلف اللي حطيتها نوصل له مورودة الأساسي البطاطا وبتورد نمكن لسوريا كلها لسوريا كل البطاطا من عندنا يعني من خطاب وعن بصير هذا الضرر هذا لا نعم نستفيد كيس السماد حقه 150 ألف رتر الحر المازوت يعني 4500 ساعة الكهرب كمان غلت كله صار بالنار لا نعم نشوف تعويض ولا نعم نشوف أي شيء استعملنا كل الوسائل أنه نحمي الحقل ونحمي المزروعات لكن الموجة الصقيع كانت قاسة بشكل كبير دورنا المويل المرشات على الديزل علما أنه مادة المازوت مفقودة وحاولنا نحمي بالدخان وبجميع الوسائل لكن ما في جدوى كانت الموجة الصقيع قاسة بشكل كبير هاي الأجزار ما فينا تعويض أبدا مو مثل البطاطا أو الشي تاني راحت للموسم القادم لحتى يصير فيه تعويض ويصير فيه إنبات جديد ممكن يأثر كمان على عمر الججرة متل ما أنا شايفين أنه في بعض الأغصان هي يابسة ومتل ما أنا شايفين الحقل هون بسبب ضعف الإمكانيات وضعف الدعم إنعدام الدعم تماما مو ضعف إنعدام الدعم لا فيه أسمدة ولا فيه مازوت بالنسبة لهذا احتمال هاي الشجرة صير فيها يابسان يذكر أن بلدة خطاب تعتبر موردا رئيسيا لمحصول البطاطا ليس لمحافظة حمافة حسب بل لمختلف المحافظات والمناطق السورية وتبلغ المساحات المزروعة بالمحصول ألا في الدنومات عالميا تعهد رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيرون باول باتخاذ إجراءات صارمة بشأن التضخم والذي قال إنه يعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر ويأتي خطاب باول بعد أقل من أسبوع من رفع الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في محاولة لمكافحة التضخم الذي يسجل أعلى مستوى له منذ أربعين عاما هذا وأكد باول الموقف الذي اتخذته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيانها بعد الاجتماع وقال إن رفع أسعار الفائدة سيستمر حتى يصبح التضخم تحت السيطرة وقد يكون رفع أسعار الفائدة أعلى إذا لزم الأمر في سياق آخر استقبل إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بيدرو تشاينيز رئيس الوزراء الإسباني في باريس للاتفاق على حلول فعالة للارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية وذلك قبل القمة الأوروبية التي ستخصص جزئيا لهذه المسألة قال الرئيس الفرنسي إن الأمر يتعلق بتقريب الحلول الفعالة للحد من ارتفاع أسعار الغاز والحد من التأثير على سعر الكهرباء والحصول على حلول تخزين مشتركة في أوروبا وتنويع مصادر الإمدادات مضيفا أن الأولوية هي التحضير لحماية الأسر والشركات على المدى القصير وقدراتنا على الصمود على المدى المتوسط مع الحفاظ على أمن الطاقة للشتاء المقبل من جهة ثانية أقر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي بأن الاتحاد الأوروبي يعتمد كليا على توريدات النفط الروسي ولا يمكنه أن يستغني عنها في الأفق القريب وبين روتي في ختام لقاء جمعه مع الرئيس الليتواني أنه لا يزال عدد كبير جدا من مصافي تكرير النفط في الاتحاد الأوروبي يعتمد كليا على النفط الروسي أما من ناحية توريدات الغاز فالوضع أسوأ من ذلك شهدين أخبار الاقتصاد انتهت وعودة إلى وفا شكرا نعطيك العافية أهلا بكم مع بدء العد العكسي لتوجه الناخبين الفرنسيين إلى صندوق الاقتراع لاختيار رئيسهم في السنوات الخمسة المقبلة يبدو أريك زومور مرشح الحركة الاسترداد اليمينية المتطرفة في حالة تراجع مستمر من حيث نوايا التصويت مسجلا أدنى مستوى له منذ دخوله الحملة الانتخابية ويصب هذا التراجع في شعبية زومور في نوايا التصويت على ما يبدو في مصطحة منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان مرشحة حزب التجمع الوطني الانتخابات الرئاسية الفرنسية تدخل مرحلة العد العكسي 20 عاماً تفصل الناخبين الفرنسيين عن التوجه إلى صندوق الاقتراع لاختيار رئيسهم في السنوات الخمسة المقبلة المرشحون الرئاسيون يكثفون من نشاطاتهم الميدانية وظهورهم الإعلامي وقد أشارت آخر عمليات سبريل آراء إلى تقدم الرئيس الحالي إيمانويل ماكرم بنسبة 30% وحلت بعده منافسته في الدور الثاني من انتخابات سنة 2017 اليمينية المتطرفة مارين لوبان بنسبة 19.5% ثم مرشح أقصى اليسار جون لوك ميلونشون ثم مرشح اليمين المتطرف إيريك زيمور وحلت فاليري بريكس مرشحة يمين الوسط خامساً بنسبة 10% فقط فرنسا بلد التعدديات العرقية حيث يشكل الأفارقة نسبة تتجاوز الثلاثة مليون نسمة من تعداد سكانها ولذلك فأن المؤشرات بنجاح اليمينية المتطرفة مارين لوبان منخفضة كونها أخذت على عاتقها مواصلة حلم عائلتها العنصري بفرنسا بيضاء مسيحية لا مكان فيها للأجانب بصفة عامة وللمسلمين على وجه الخصوص مرشح أقصى اليسار جون لوك ميلونشون يواجه الصعوبات نفسها فهو يخوض غمار الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة وبرغم تشديدها على ضرورة اتباع سياسة التحول البيئي لإنعاش الاقتصاد الفرنسي إلا أن سياسة حزبه في تنفيذها على الأرض لم تأتي بالنتائج التي يرجوها الفرنسيون أضف إلى ذلك مخاوف رأس المال الفرنسي من اعتلاء اشتراكي منصب رئاسة الجمهورية ما قد يتبعه ذلك من تضييق على الشركات الكبرى لصالح طبقة العمال وكنتجة فأن استطلاعات الرأي الحالية ترجح فوز ماكرون بولاية ثانية على الرغم من الأحداث الهامة التي شهدتها ولايته الأولى ومنها ظاهرة السترات الصفراء كتعبير عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها فرنسا إضافة لأزمة فيروس كورونا وآخرها محاصرته على المستوى الدبلوماسي بسبب فشله في التوسط الدبلوماسي لوقف التوتر في أوكرانيا ما يعني أن ماكرون ليس أفضل ما يمكن أن يختاره الفرنسيون لكنه أفضل المتاحين بالنسبة لهم ويبقى منصب سيد الإليزي رهنا بصناديق الاقتراع لا بنتائج الاستطلاعات الأولية مهما كانت قريبة من الواقعية أهلا بكم تعتبر الشقيقة من الحالات الشائعة التي تسبب نوبات من الصداع الشديد مع الإحساس بالنبض في الرأس نتعرف عن هذه الحالة في التقرير التالي الصداع النصفي أو الشقيقة أحد أشكال نوبات الصداع المتكرر ينتج عنه ألم شديد غالبا ما يقتصر على أحد جانبي الرأس تختلف حدته من الخفيف أو قد تصل إلى الحد الذي يتعارض مع ممارسة الأنشطة اليومية يبدأ صداع الشقيقة كصداع خفيف ثم يتطور إلى ألم نابض شديد وقد ينتقل من جهة لأخرى في الرأس أو قد يصيب كامل الرأس تدوم نوبة الشقيقة غالبا من أربع ساعات حتى ثلاثة أيام ونادرا ما تدوم أكثر من ذلك السبب الحقيقي للشقيقة غير معروف ولكن يربطه العلماء بالأسباب الوراثية وقد تكون نوبات أعراض الشقيقة مصحوبة بألم بين المعتدل والشديد في أحد شقي الرأس أو في الجانبين مترافق مع شعور بالغثيان والتقيئ أحيانا مع حساسية للضوء والضجيج عادة ما تستمر نوبة الشقيقة ما بين أربع إلى اثنتين وسبعين ساعة إذا لم يتم علاجها أما تواتر النوبات فيختلف من شخصا لآخر فقد تظهر الشقيقة عدة مرات في الشهر أو مرة أو مرتين فقط في السنة يشخص الطبيب المرضى من خلال التاريخ الطبي والفحص البدني بينما إذا كان الصداع غير تقليدي يوصي الطبيب بالخضوع لعدة فحوصات كالتصوير المقطعي المحوسب المعروف بالطبق المحوري أو التصوير بالرنين المغناطسي يوجد العديد من الأدوية التي تم تطويرها والتي تساهم في علاج الصداع النصفي بالإضافة إلى أنه يوجد أدوية تستخدم عادة لعلاج أمراض أخرى ولكنها قد تساعد في تخفيف الصداع أو منعه وتعتبر الوقاية هي علاج الشقيقة الأفضل كما يوجد بضعة تغييرات في نمط الحياة بإمكانها المساهمة في تقليل عدد نوبات الشقيقة وتخفيف حداتها كالحرص على ممارسة الرياضة بشكل ثابت والامتناع عن العوامل المحفزة للشقيقة كالتوتر والتغييرات الهرمونية وبعض أنواع الأدوية إضافة إلى الأعمال التي تتطلب مجهودا بدنيا مضاعفا إلى عنوين هذه النشرة وما تأخرنا يعني ما أكلت معنا شيء خمس دقات بدء التسوية في مدينة التل ومحيطها واستمرارها في دير الزور والرقاء وحلب في عملية نوعية مقتل أربعة مستوطنين في عمليتي دهس وطعن في بير السبع بالقدس المحتلة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها الجوية دمرت 137 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد ختم هذه النشرة شكرا لكرم المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر